دكتور مصطفى وزيري يعني لما بتكلم دلوقتي عن سياحة الأثار وده طبعا شيء مهم جدا جدا وله جاذبية في كل أنحاء العالم لكن هل سياحة الأثار دلوقتي؟ البعض بيقول أنها مثلا تراجعت شوية لصالح مثلا سياحة الشواطئ المناطق الجديدة إلى آخره ده حقيقة؟ هو مبدئيا أن السياحة صناعة حلوة دخل قومي لمصر سواء كان سياحة شواطئ سواء كان سياحة طرفهية سياحة علاجية سياحة مؤتمرات سفاري أو سياحة ثقافية لكن أنا بصفة الرجل الأثري السياحة الثقافية ما يميز مصر عن باقي دول العالم يعني لو تكلمنا عن سياحة شاطئية قد يجوز أن هناك بعض الدول اللي ممكن تقدر تنافس مصر في هذه السياحة سياحة علاجية ممكن نلاقي دولة تنافس سياحة سياحة مؤتمرات ممكن سفاري ممكن إنما السياحة ثقافية حاسب لا نوضح بقى نقطة هنا اللي البعض اللي بيقول إنه مصر تنتلك تلت أصار العالم بلاشوا نبي الكلمة دي نحنا نقولها تاني عشان خطري ليه؟ إحنا موزنناش عشان نظر نقول دي تلت ولا دي نص ولا تلت أربع زائد لما تيجي تقارن يعني الكلمة فيها مبلغة ولا فيها تقصير؟ فيها تقصير طبعا إنت بتقارن إيه بإيه؟ يعني تقارن الهرم بإيه؟ عشان تقول تلت؟ يعني إيه لو أصادوا بقى تلتين موجودين في العالم؟ توت عن خامون بتقارن إيه؟ بإيه عشان تقول تلتين؟ لا فيها مصر أثار؟ هو فعلا يعني كلمة تلت يعني بناء على العدد مثلا ولا بناء على إيه؟ ما عرفش الحقيقة أنا سمعت في برامج كتير جدا نقول لك إزاي مصر لازم تستحق مصر فيها تلت أثار؟ بلاشوا نبي الكلمة دي؟ لأن تلت إحنا ما جبناش وقسمنا وثلت ثلاثة يعني الهرم لوحده دي يسوي أثار العالم كله يعني قيمة الأثار نفسها لها وزنها بالضبط كده فإحنا نقول عندنا أثار؟ طبعا لا تقارن مع أي دولة في العالم عندنا أثار؟ عندنا حضارة؟ عندنا ثقافة؟ آه تاني اللي أنا أوضحها من خلال برنامج حضرتك نقول بلاش تلت ونص وثلت تربع والنبي نقدر كمان نقول حاجة تانية؟ ممكن بلاش بلاش نتكلم في كلمة الأثار مصرية خمس تلاف سنة وست تلاف سنة وسبعة تلاف سنة لحسبه والنبي دعوة روحوا زوروا المتحف القومي للحضارة المصرية أول ما تدخل المتحف هتلاقي فاترينا على إيدك اليمين أنا بتكلم عن المتحف المصري الجديد المتحف القومي للحضارة المصرية في الفستات اللي فيه المميوات الملكية ادخل المتحف القومي للحضارة المصرية في الفستات يعني المتحف الحضارة يعني نحن عندنا متاحف كتير مشهورة المتحف الموجود في مداني التحرير المتحف المصري الجديد ومتحف الحضارة عليك تقصد متحف الحضارة متحف الحضارة المتحف الحضارة اللي فيه الموميات المصرية اللي فيه الموميوات الملكية المصرية ايو ادخل المتحف على ايدك اليمين فوق الموميوات هتلاقي فيه فاترينا فيه هيكل عظمي 35 ألف سنة عمره هل هو الأقدم؟ لا ده كمان فيه هيكل عظمي تاني موجود بس في معمل الترميم مش معروض لسه خمسين ألف سنة جاي من حتة اسمها الترمسة تابعة لمحافظة قنة طيب يبقى إذن حضرتنا الحمد لله ألاف مؤلفة من السنوات يبقى دي تاني هنقول إنه ما نقولش بقى كلمة إن حضرت مصر خمس تلاف وستلاف وسبعة تلاف لا إحنا بنتكلم على مدى أطول ألاف من السنوات واحد اتنين السياحة نرجع لها تاني الثقافية قوة مصر النعمة هي الأصار الأصار هي قوة مصر النعمة دي ملاش مثيل فعايزين نركز عليها أه طبعا السائح اللي بيجي لازم يبقى جاي كمال للسياحة الثقافية السياحة الثقافية دي احنا عندنا عندنا أمانات كتير جدا والحمد لله شركات السياحة دلوقتي بتنوع عشان تجيب نوع من أنواع السياحة اللي كان جاه قبل كده بنسميه ريبيترز اللي هما كانوا جم مصر قبل كده لكن سمعوا أن فيه اكتشاف جديد فين في منطية سقارة في منطية لقصر في منطية أسوان في منطية المينيا في الغريفة في منطية وهكذا فده هيجي تاني عشان يشوف ما هو جديد فإحنا عندنا أثار متنوعة عندنا أثار متنوعة عندنا عدد ليالي سياحية ممكن يمتد إلى اسبوعين وثلاثة أطبعا فيه تنوع في السياحة الثقافية ولله الحمد عندنا اسكندرية عندنا القاهرة عندنا لقصر وأسوان والكروز ما بين لقصر وأسوان دي حاجة متعة ما بعدها متعة حاليا كمان فيه حاجة اسمها السوبرلين كروز اللي هو بيأخذ من أسوان للقاهرة اللي كان زمان ورجع تاني الفترة دي برضو الحمد لله عليه إقبال